الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما زلنا نعيش أياما عظيمة لعظم شهرها وعبادتها ولذلك فالحرص الشديد على الاتيان بكل خير فيها مطلوب وتزداد عظمة العمل أو الفعل كلما كان الفعل مأمورا به موصا بالاتيان به والاكثار منه ولعل من أفضل ما يجب نيله في رمضان والوعيد من عدم ذلك ما ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجات من بريه فقال آمين في الأولى ثم صعد الثانية فقال آمين ثم صعد الثالثة فقال آمين فقال الصحابة الكرام يا رسول الله صعدت المنبر فقلت آمين ثلاث مرات فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبر بهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين إذن الخيبة والخسران والبعد من رحمة الله من لم يغفر له في هذا الشهر العظيم لأن المنح الإلهي في هذا الشهر الكريم كبيرة ماحية لكل الذنوب والخطايا فأنت في فرصة الثلاثين يوما التي تحصد منها الخير كله فهي دعوة لأصحاب العقول والأفهام دعوة لأصحاب الألباب والأبصار لا يمكن بأي حال أن تضيع سدى لأسباب عديدة أهمها كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالمزايا والفضائل التي اختصها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر كثيرة وهي التي جعلت جبريل عليه السلام يدعو بهذا الدعاء الذي أمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عجب في ذلك لأن رمضان شهر القرآن وإن من أعظم مزاياه أنه من فروض الإسلام الخمس ولا يقبل الإسلام إلا بالإيمان به وقد ورد في الأثر أيضا أن نبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له لهذا اختصه الله بحد ذاته عبادة جليلة جعل ثوابها مختص بالله تعالى فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب لقوله عليه الصلاة والسلام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأن دعوة الصائم لا ترد وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة يقول أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه وأن الصوم جنة وحصن حصين من النار وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا وأن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وعلمنا القرآن أن فيه ليلة خير من ألف شهر أي ما يعدل عمر الإنسان عشرات السنين يمكن أن تحصدها في ليلة واحدة من هذا الشهر المبارك وقد أعاننا الله تعالى بتهيئة أيامه للعبادة فاطمأنت النفوس وحبست الشياطين وأصبح العبد فيه أقرب للعبادة فلا تكن يا عبد الله من شياطين الإنس وحري بنا في هذه الأيام العزيزة أن نستجيب لأمر الحي القيوم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين والأعمال في رمضان كثيرة وبالنية الصالحة تصبح عظيمة وكبيرة بدءا بالفرح بدخول الشهر ونية الصيام والحرص على الصلاة وعدم الفتور في العشر الأواخر وتحري ليلة القدر ومواصلة ثلاوة القرآن والصدقة وكثرة الدعاء في مواطنه المرجوة وذكر الله في كل وقت وعلى كل حال إلى غير ذلك من العبادات التي شرعها الله وجعلها وسيلة للتقرب إليه وبعد معرفة هذه الفضائل ألا نسأل أنفسنا هل يمكن أن نفرط بهذا الشهر العظيم وهل أعطيناه حقه ومستحقه من الأعمال الواجبة والمندوبة فضلا عن اجتناب الأفعال المحرمة والمكروهة أليس المحروم من أدرك هذا الشهر ولم يخلص العمل ويجتهد فيه لله تعالى وهذا يجعلني في الختام أوصي نفسي وأوصيكم بأن نجعل رمضان نقطة الانطلاق وبداية التغيير نحو المسار الصحيح وفقنا الله وإياكم لعملي كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته